نقول عالم الفيزياء الملحد ستيفن هوكينغ أي الجنس البشري هو مجرد وسخ كيميائي موجود على كوكب متوسط الحجم والسؤال هل هذا رأي شخصي أو مبالغ من هوكينغ أم أنها النتيجة الحتمية للإلحاد هل للإنسان قيمة معنوية بدون وجود الله هل للأخلاق أي قيمة بدون وجود الله سنجيب عن هذه الأسئلة في حلقة اليوم ونرى نماذج مخيفة من الترد الأخلاقي الذي يقود إليه الإلحاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تصور أنه جاءك على جهازك الخلوي رسالة من أخيك تقول ندعوك للغداء هل هذه الرسالة لها معنى؟ طبعا هل هي حق أم وهم؟ بل حق هل لها قيمة؟ نعم هل تتصرف على أساسها؟ نعم تقول لزوجتك وأولادك نحن مدعوون على الغداء عند دار أخي ثم لن تحضروا طعاما إلى آخره تصور في المقابل أنك نسيت جهازك الخلوي مفتوحا في جيبك مع مفاتيح البيت فتقطقت المفاتيح على لوحة أحرف الجهاز في ذهابك وإيابك وقيامك وجلوسك بعد ساعات استخرجت جهازك لتجري مكالمة فرأيت آلاف الأحرف العشوائية وفي وسطها جملة ندعوك للغداء هل هذه الجملة لها كاتب يعلم ما يفعل؟ لا هل لها قيمة؟ لا هل تتصرف على أساسها؟ لا أيضا لأنه حتى لو ظهر شيء له معنى في هذه الخربطات فإنه لن يكتسب قيمة بالنسبة لمنكر وجود الله كل القيم الأخلاقية التي يحس بها الإنسان الأصل فيها أن تكون مثل هذه الخرابيش لا قيمة لها ولا معنى لها فلا يتصرف على أساسها فقد جاءت بها حسب معتقده العشوائية التي لا تدري ما تفعله ولا تعيد بشيء ولا تلتزم بشيء في الإلحاد الذي يفسر الكون ووجوده تفسيرا ماديا بحتا لا مكان للقيم المعنوية أصلا لا حق ولا باطل لا خير ولا شر فهذه قيم معنوية لا تفسرها المادة وعندما يكون الإنسان ابن المادة لا شيء إلا المادة فلا معنى للرحمة ولا للصدق ولا للوفاء ولا لبر الوالدين الإحساس بهذا كله إنما هو نتيجة طفارات جينية عشوائية كخربطات الجهاز الخلوي في الإسلام يوجد خالق كامل الصفات أمر عباده بأخلاق تنسجم مع صفاته فهذا الخالق عدل حرم الظلم على نفسه فمفهوم أن يحرمه على عباده فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رحيم وأمر عباده أن يتراحموا وقد فطر الخالق الإنسان على محبة هذه القيم وكراهية ما يضادها كالشر والظلم قد يغطي على الفطرة أهواء الإنسان في إشباع رغباته وحب التسلط لكن هذا لا يعارض أن الفطرة السوية هي الأصل فيه إذن في الإسلام وجود هذه القيم مفسر كونها لها قيمة مفسر حب الإنسان لها وكراهيته لضدها مفسر والتفسير لهذا كله هو وجود الله عندما ينكر الإنسان وجود الله تعالى فإنه يدخل في مسلسل التخبط الإلحادي البائس كالذي رأيناه في الحلقة الماضية عن البدهيات العقليا لدى الملحد لا خالق ولا صفات كمال ليس إلا طبيعة أوجدت الإنسان وهذه الطبيعة مادية ليس لها صفات كمال معنوية فلا يمكن وصفها بالعدل أو الحكمة مثلا وبالتالي فلا مكان للقيام المعنوية في إنسان متولد عن هذه الطبيعة لكن ماذا عن شعور الإنسان بمحبة الخير وكراهية الشر هي حسب الإلحاد طفرات جينية عشوائية جعلته يتوهم أن هناك خيرا ويحب ذلك الخير الوهمي وأن هناك شر ويكره ذلك الشر الوهمي قيل لأحد كبار الملحدين ريتشارد دوكنز في النهاية هل اعتقاد كأن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة فقال دوكنز نعم تستطيع قول ذلك أي كان يمكن للصدفة العمياء التي يدعونها أن تسير مسارا آخر ينتج عنه شعور الإنسان أن لا خطأ في الاغتصاب والأمر اعتباطي تماما فلا يمكن وصف أي من الشعورين بأن الاغتصاب خطأ أو مقبول لا يمكن وصفه بأنه حق أو باطل فهذا الشعور إنما هو وليد الصدفة العشوائية إذن فالنزعة الأخلاقية عند منكر وجود الله لا يعرف مصدرها ولا يمكن وصفها بحق أو باطل ولا هي متوافقة مع صفات موجود أعلى ولا حساب أخروي عليها فهي ليست مطلقة إذن أي لا يمكن وصف أي خلق بأنه ممدوح بإطلاق أو مذموم بإطلاق إلى أين وصل الملحدون نتيجة لذلك تعالوا نرى نماذج من كلام مشاهيرهم ومنظريهم في مناظرة بعنوان الإسلام والإلحاد أيهما أكثر منطقية سئل البروفيسور لورانس كراوس عن سبب كون زن المحارم خطأا بالنسبة له كملحد يعني يا كراوس ما لم تستند إلى قيم مطلقة على أساس وجود الله فعلى أي أساس تخطئ زن المحارم مثلا فماذا كان جوابه تعالوا نرى إذن يقول لك ليس واضحا لدي أنه خطأ علق دوكنز في تغريدة له على ما جرى للورانس كراوس في تلك المناظرة بقوله سأل أحد الإسلاميين لماذا زن المحارم خطأ حاول لورانس كراوس أن يستعمل المنطق في جوابه المنطق اللؤلؤ ملقا أمام خنزير إذن أصبح منطق كراوس لؤلؤا في نظر دوكنز لكن مشكلته أن الذي يستهجنه خنزير لم يقدر قيمة هذا المنطق دوكنز هذا هو نفسه الذي قال في كتابه وهم الإله فصل أخلاق روح العصر نحن لا نغش لا نقتل لا نرتكب زن المحارم فهو إذن يرى مسألة زن المحارم نسبية اختياره الشخصي اللا يمارس هذا الزنا لكن يدافع عن وجهة نظر زميله كراوس ويعتبرها منطقا تعالوا نرى نماذج أخرى من الترد الأخلاقي للملحدين جمعها الأخ رشاد القرن في برنامج ارجع لأصلك في خطوة أكثر جرأة ووقاحة يطالب البروفيسور غريف بعدم تجريم زن المحارم بل وحذف المادة اللي بتعاقب على ذلك من القانون ولا تتعجب انعرفت أن أحد الدول الأوروبية قد ذهبت إلى بعد من ذلك لمناقشة تشريع زن المحارم داخل البرلمان ضلال وكيف أن الأب سيستطيع أن ينجب من ابنته بطريقة ما يعاقب عليها القانون الحمد لله على نعمة الإسلام فالملاحدة حقيقة يدفعون بالأخلاق نحو الهاوية فهذا الملحدة الدكتور دان باركر يقول أن الاغتصاب قد يكون أمراً أخلاقياً من دعة الحاجة إليه أما الملحدة البروفيسور بيتر سينجر فحكاية ومزلة أخرى لا يرى هذا الأخير بعثاً ولا مانعاً حقيقياً من البهيمية فيقول يمكن أن يقيم البشر والحيوان علاقة جنسية مرضية للطرفين هذا عدا عن دفاع سام هارس عن الاغتصاب واعتباره جزءاً من الاستراتيجية التطورية ودفاع دوكنز عن الخيانة الزوجية ورفض تسميتها خيانة أصلاً على اعتبار أنه ليس لأحد الزوجين أن يدعي ملكية خاصة في جسد الآخر كما يؤيد بروفيسور بيتر سينجر قتل المواليد الجدد المصابين بإعاقة إذا كان هذا لصالحهم وصالح والديهم أيضاً ديفيد سيلفرمان رئيس جمعية الملحدين الأمريكيين صرح في مناظرة له بأن القيم الأخلاقية كلها نسبية ولا وجود لقيم أخلاقية مطلقة قيل له بناء على ذلك فإن تعذيب الأطفال وأكلهم مثلاً ليس خطأ بإطلاق وإنما هو بالنسبة لشخص معين أليس كذلك؟ فأقر سيلفرمان بذلك يعني ممكن واحد يعذب طفلاً ويشويه حياً ويأكله ولا يكون بذلك مخطئاً سيلفرمان يعلم أنه إن قال بأن هذا خطأ بشكل مطلق فإن ذلك يتطلب منه التسليم بوجود معاني مطلقة وهي بدورها تستلزم وجود الله كما بينا ينتج عن الإلحاد أن طفرات الجينية العشوائية قد تنتج أناساً مختلفين جينياً وبالتالي فمشاعرهم مختلفة جداً تجاه سلوك واحد كالاغتصاب أو التعذيب والسبب مادي بحت ولا يمكن وصف أي من مواقفهم بأنه حق أو باطل وبالتالي فلا يمكن تجريم أو تخطئط إنسان مهما كان فعله لا أخلاقياً لأن بإمكانه أن يقول هو لا أخلاقي بالنسبة لك لكنه أخلاقي بالنسبة لي هناك أناس في مجتمعاتنا المسلمة يستخدمون في مجال الأخلاق عبارات نسبية وأنه لا مكان للحقيقة المطلقة ويظنون أنه حتى النصوص الشرعية الواضحة في مجال الأخلاق والقيم كلها محل خلاف وليس فيها قطعيات قد يكون من هؤلاء من يشمئز من مقولات الملحدين التي ذكرناها لكنه لا يلاحظ أنها النتيجة الطبيعية لفكرة النسبية الأخلاقية التي يتكلم بها إن لم تكن القيم مستندة إلى نور الوحي فالضياع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طرح الملحدون التساؤل التالي كيف يمكن تحديد الخير والشر والقيم الأخلاقية الفاضلة دون الإيمان بإله وسؤالهم هذا مغالطة منطقية لأنه بلا إله فليس هناك قيم معنوية لا خير ولا شر ولا فضيلة ولا رذيلة لكنهم تهربوا من هذه الحقيقة فهم يعلمون أنه لا الإنسان ولا المجتمعات تستطيع العيش بلا أخلاق ومع ذلك بدأوا بتأليف كتب للإجابة عن سؤالهم الخاطئ أصلا منها كتاب المنظور الأخلاقي كيف يمكن للعلم أن يحدد القيمة الإنسانية وكتاب The Science of Good and Evil علم الخير والشر وغيرها كتب كثيرة لكنها كلها محاولات بائسة لأنها بماديتها البحثة وبتهربها من حقيقة أن لا مكان للقيم المعنوية بغير إله فكأنها تقول ما هو التفاعل المخبري المناسب لمعرفة الخير من الشر والعدل من الظلم لعله أصبح واضحا بعد هذا العرض أن ستيفن هوكينغ حين قال الجنس البشري هو مجرد وسخ كيميائي موجود على كوكب متوسط الحجم أنه كان منسجمًا مع إلحاده وأراح نفسه من البحث عن أخلاق لهذا الوسخ قارن ذلك بقول الله تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ كَرَّمَهُمْ لِيَكُونُوا لَائِقِينَ بِمَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ لِإِلَهٍ كَامِلِ الصِّفَاتِ في هذه الحلقة بيّننا دلالة النزعة الأخلاقية على وجود الله تعالى وأنه لا أساس للأخلاق في ظل إنكار وجوده سبحانه لكن ليس هذا فحسب بل في الحلقة القادمة سنبيّن أن الإلحاد لا يترك أتباعه محايدين تجاه الأخلاق بل يضعهم على مفترق طريق فإما أن يختاروا بعض الأخلاق الحميدة فيناقضوا أنفسهم ويخونوا إلحادهم ودارونيتهم أو أن ينسجموا مع إلحادهم ودارونيتهم فيتحلوا بأسوأ الأخلاق وأشدها إجراما حقائق مهمة صادمة فتابعوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله تصور أننا في بلد يكثر فيها القرود ويشاطرون السكان البشريين لقمة العيش ومع ذلك أطعمنا هذه القرود زودناها بالمساكن عالجناها وعاملناها كالبشر تماما وكان هذا كله على حساب البشر الحقيقيين فلم نوازن بين الرفق بالحيوان والرفق بالإنسان فتكاثرت القرود وتلاشى البشر هل يكون هذا تصرفاً أخلاقياً؟ وما علاقة هذا بالإلحاد؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رأينا في الحلقة الماضية دلالة النزعة الأخلاقية على وجود الله وأن المنكر لوجوده تعالى يفقد أي أساساً للأخلاق اليوم سنرى أن هذا الإنكار يعني هذا الإلحاد لا يقف عند هذا الحد بل هو السبب في الإجرام والعدوان الملحدون حين أنكروا الله لجأ معظمهم إلى ما يعرف بنظرية التطور لداروين كتفسير لوجود الإنسان وسنناقش هذه النظرية نقاشاً علمياً في الموضع المناسب بإذن الله وإنما يعنينا هنا الإشارة إلى بعض النتائج الأخلاقية للتطور الدارويني لنرى هذا الذي تبنى التطور كبديل عن وجود الله هل زوده هذا البديل بأي أساس للأخلاق أم على العكس تماماً؟ التطور الدارويني يقوم على أن الكائنات جاءت عبر تطور خلية أولية بطفرات عشوائية وانتخاب طبيعي الانتخاب الطبيعي يعني أن البقاء في هذه الطبيعة هو للكائن الأصلح في قدرته على التكيف مع الطبيعة والبقاء للأصلح يعني الصراع مع الكائنات الأخرى الأحط في السلم التطوري فالصراع هو قانون الطبيعة حسب داروين نشر ذلك في كتابه أصل الأنواع ثم في كتابه أصل الإنسان سحب داروين نظريته على الإنسان واعتبر أنه تطور من أصل شبيه بالقرود وحين يتكلم داروين عن الإنسان الأرقى تطورياً فإنما هو يعني الأوروبية الأبيض أما باقي الأجناس فهم عند داروين في مرحلة وسطى بين القرود والغوريلا وسلفهم وبين الإنسان يعني لم يكتمل تطورهم بعد بنا داروين ذلك على كون هذه الأجناس أقرب من الأوروبيين إلى القرود في نظره في بعض الصفات كالون البشرة أو محيط الرأس أو تفلطح الأنف أو بروز الجبهة للأمام أو كبر حجم الفك أو الشفتين ثم استنتج داروين أن الأعراق الراقية من الإنسان لن تتابع الارتقاء التطوري إلا من خلال الصراع لإبادة الأعراق المنحطة وهذا هو أساس الداروينية الاجتماعية والتي تعني تنزيل قوانين داروين في الأحياء على علم الاجتماع وعليه فلا مانع أن تقوم الأجناس التي تعتبر نفسها أكثر تطورا داروينيا باستيادنا في الطرقات وسلب ممتلكاتنا وتسخيرنا لمنفعتهم تماما كما نفعل نحن بالحيوانات لأننا حسب داروين مجرد حيوانات أكثر تطورا من سائر الحيوانات فما نفعله نحن بالحيوانات يمكن أن يفعله بنا من هم أكثر تطورا مننا لحظة هذا ليس مجرد افتراض هذا حصل بالفعل كيف؟ يقول شارلز زاروين في كتابه أصل الإنسان في الفصل السادس أي في فترة مستقبلية ما ليست ببعيدة إذا ماقيست بالقرون ستقوم الأجناس المتحضرة من الإنسان وبشكل شبه مؤكد بإبادة واستبدال الأجناس الهمجية عبر العالم أطلق داروين بأفكاره هذه الرصاصة على إنسانية الإنسان واستند عليها الأوروبيون للقيام بإبادات جماعية وحملات تطهير عرقي خاصة ضد الإفريقيين وسكان الأمريكتين وأسترالي الأصليين فهؤلاء أقربوا للحيوانات في نظر الداروينيين صحيح أن كثيرا من الممارسات الإجرامية كانت تتم قبل انتشار فكرة تطور الدارويني لكن هذه الفكرة أراحت ضمائر المجرمين فقد أصبح لجرائمهم مبرر علمي فاستمروا في أفعالهم بل وتصاعدت وطيرتها ملف الإجرام الذي مورس كبير جدا لا يتسع له المقام لكن إشارات سريعة تقرب لك الصورة بعد فكرة التطور الدارويني بدأت حملات إبادة سكان أستراليا الأصليين في أواخر القرن التاسع عشر وقال نائب رئيس الجمعية الملكية في تاسمانيا إحدى جزر أستراليا جيمس برنارد عام 1890 لقد أصبح مسلمة بديهية أنه ووفقا لقانون التطور والبقاء للأصلح فإن الأعراق الأحطة من الجنس البشري يجب أن تفسح المجال للأنواع الأعلى وسنقوم بوضع روابط للتوثيق عند ذكر المعلومة وفي التعليقات لأن الحقائق صادمة تكاد لا تصدق وشملت الحملات سرقة أعداد كبيرة من الأطفال الأستراليين الأصليين وتم إرسال أعداد كبيرة منهم إلى متاحف التاريخ الطبيعي في أمريكا وبريطانيا لتحديد ما إذا كانوا يشكلون الحلقة المفقودة في طريق تطور الحيوان إلى إنسان وقد اعتذر رئيس وزراء أستراليا كيفين رود للأجيال المسروقة قبل تسع سنوات فقط في ثلاثة عشر فبراير 2008 وانتشر الخبر بعنوان الاعتذار الرسمي من كيفين رود للأجيال المسروقة هذا بالإضافة إلى أحداث العقم بشكل قسري جبري والذي كان يمارسه الدارونيون عبر العالم على العرقيات التي يعتقدون أنها أحط تطوريا أو الذين يحملون صفات وراثية غير مرغوب بها وبالتالي فهؤلاء عبء على الطبيعة فوجب إحداث العقم فيهم لينقرضوا ويتحقق تحسين النسل أو ما يعرف باليوجينكس وللعلم فقبل عامين فقط في فبراير 2015 وافق نواب البرلمان الأمريكي على حصول كل ضحية ما زال حيا من ضحايا التعقيم القسري على 25 ألف دولار وذلك بعد ماراثون طويل نتيجة ما انقرته المحكمة العليا الأمريكية في 1927 من قانون التعقيم لتحسين النسل في ولاية فيرجينيا يعتذرون عن الأجيال المسروقة ويعوضون عن التعقيم لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هم بذلك يتبرؤون من التطورية الدارونية ويتراجعون عنها؟ هل هم باعتذارهم يقرون بأن الناس جميعا سواسية من ناحية البيولوجية؟ أبدا بل لا زالوا يتبنون الدارونية ولا زالت عقيدتها في نفوسهم وبدافع الدارونية أيضا أقنع البيض بعض القبائل الإفريقية أنها أرقى تطوريا من قبائل أخرى لاختلاف طول الأنف أو ارتفاع القامة إلى آخره وكان ذلك أحد الدوافع لحروب إبادة بين هذه القبائل التي كانت تعيش بسلام كما في مأساة رواندا بين التوتسي والهوتوب في الأخلاقيات الدارونية فإنه لا مانع لأمة أن تضع من تراهم أقل منها تطورا في حدائق إنسان تماما كما نضع الحيوانات في حديقة الحيوان والمفاجأة أن هذا ليس افتراضا بل حصل بالفعل بل وشكل ظاهرة في أمريكا ودول أوروبية عديدة تجد عنه معلومات وصورا على النت تحت عنوان أي حدائق الإنسان هناك أرشيف صور مؤلم ومقالات كثيرة عن الموضوع مثل الذي بعنوان التاريخ المنسي لحدائق الإنسان لكنها مقالات تحتوي صورا مكشوفة لأن بعض حدائق الإنسان كانت تمنع هؤلاء البشر من ارتداء الملابس بل تتركهم عراتا تماما رجالا ونساء والمطلوب منهم أن يخرجوا لزوار الحديقة ويستديروا ليتأمل هؤلاء الراقون تلك المخلوقات على اعتبار أنهم حيوانات هذه طفلة في بروسلز ببلجيكا عاملها البيض على أنها أحط منهم في السلم التطوري فكانوا يحتفظون بها في قفص ويطعمونها كالحيوانات وهذا أوتا بنغا عام 1906 والذي قتل التجار أهله وقبيلته في إفريقيا ليبيعوه إلى الداروينيين الذين اعتبروه دليلا على التطور وكان مطلوبا منه أن يتصور مع الشنبانزي في حديقة برونكس في نيويورك ومثله كثير وهذه الصورة في فرنسا امرأة مع طفلها في حديقة إنسان وهذه صورة من قرية زنوج في فرنسا حيث كان السود يستعرضون مع الحيوانات وقائمة المآسي الداروينية تطول بل لم يسلم الداروينيون من شر أنفسهم وباسم الداروينية أيضا فبعضهم رأى نفسه أرقى من البعض الآخر تطوريا فبعد أربعين عاما من كتاب داروين أصل الإنسان قامت الحرب العالمية الأولى ما علاقة الحرب العالمية الأولى أليس سببها حسب ما تعلمناه في المدارس هو اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي هذه كانت مجرد شرارة لا تفسل اشتعال أوروبا كلها خلال أيام لتنخرط في هذه الحرب إنما كانت هناك عوامل شحنت النفوس للحرب أسباب دينية سياسية ومن أهم الأسباب انتشار الداروينية الاجتماعية التي هيئت كثيرا من الأوروبيين المؤمنين بها لدخول الحرب والتصرف فيها كحيوانات برية فالصراع وسفك الدماء هو قانون الطبيعة عندهم وقد ذكر هذا الدورة الداروينية في الحرب كثير من الكتاب كالكاتب البريطاني جيمس جول في كتابه منابع الحرب العالمية الأولى وكذلك ريتشارد هافستاتر في كتابه الداروينية الاجتماعية في الفكر الأمريكي والذي أُلف أثناء الحرب العالمية الثانية بل وأنتج الفكر الدارويني كبار السفاحين كهتلر الذي أسس النازية على تميز العرق الآري الألماني كما في كتاب الداروينية وهولوكوست العرقية النازية واستالين كما في كتاب علامات في حياة استالين لياروسلافيسكي والذي جاء فيه في سن مبكرة جدا وبينما كان لازالة الميذا في المدرسة الكنسية نضج لدى الرفيق استالين العقل النقدي والمشاعر الثورية حيث بدأ القراءة لداروين وأصبح ملحدا وقبل عامين نشرت السيانان الأمريكية تقريرا بعنوان الحرب مظهر من مظاهر الداروينية الاجتماعية خلوصة إلى العبارة التالية عندما تلعب الداروينية الاجتماعية في غابة السياسات الدولية فإن الحروب تبدو حتمية هنا سيقول لك الملحد هناك في المقابل حروب لا تحصى بدوافع دينية أولا لا يعنينا المقارنة بالأديان بعمومها فمنها الحق ومنها المحرف ومنها الباطل لكن أقول هنا نحن نتكلم عن داروينية الحرب فيها هدف بحد ذاتها ولا أخلاق لها ولا ضوابط وليس هذا سوء ممارسة لها بل هي كذلك هذا فكرها أما الحروب في الإسلام فسنناقش لاحقا بالتفصيل بإذن الله إن كانت هدفا بحد ذاتها وما أهدافها وضوابطها وأخلاقياتها وحتى ذلك الحين سنضعه في التعليقات محاضرة كنا نشرناها عن الموضوع ما القيم التي ينادي بها كثير من الملحدين الداروينيين هذه الأيام الحرية المساواة حقوق الإنسان حقوق المرأة تعالوا نرى وضع المرأة حسب الأسس العلمية الداروينية كان داروين قد بذر بذور وصف المرأة بالدونية تطوريا ففي كتابه أصل الإنسان عقد فصلا بعنوان القدرات الذهنية للرجل والمرأة وقال فيه عن بعض خصائص المرأة هي خواص الأعراق الأدناء ثم جاء العالم الفرنسي المعروف غوستاف لوبون ليقول في منشور علمي في المجلة العلمية ربيو دي أنثروبولوجي عام 1879 المجلد الثاني العدد الثاني وما سأقوله هنا غريب صادم لذلك أضع لك المرجع فراجعه وقد رعيت الترجمة الحرفية لما ورد في النسخة الإنجليزية من المجلة مع اختصار فقط وهو نقل طويل سأقول في آخره انتهى لتعرف أنه انتهى يقول غوستاف لوبون في أكثر العرقيات الذكية كما في الباريسيين هناك عدد كبير من النساء اللواتي حجم أدمغتهن أقرب إلى الغريلات من الرجال الأكثر تطورا وهذه الدنيا واضحة جدا كل علماء النفس الذين درسوا ذكاء النساء يدركون اليوم أنهن يمثلن الأشكال الأكثر تدنيا من تطور الإنسان وأنهن أقرب للأطفال والسدج منهن للرجال البالغين المتحضرين بلا شك هناك نساء متميزات أرقى بكثير من الرجل المتوسط لكنهن استثناء كولادة أي مخلوق مشوه على سبيل المثال غريل برأسين وبالتالي فيمكننا أن نهمل وجود هؤلاء النساء تماما انتهى كلام لوبون وأعتذر لأخوات المتابعات لكن كما يقال ناقل الكفر ليس بكاثر ولدكتور جيري بيرجمان عدة مقالات تبين دونية المرأة في النظرة الداروينية وهي مترجمة في كتاب المرأة بين الداروينية والإلحاد مما سبق أظنه أصبح واضحا أنه على أساس التطور الدارويني الذي يتبناه الملحدون لا مساواة ولا حرية ولا حقوق إنسان ولا حقوق مرأة فهذه القيم التي ينادون بها تهدمها داروينيتهم تعالوا الآن يا أخواني إلى مناقشات مع الملحد سيقول لك بعض الملحدين نحن لا نتفق مع كل هذه التصرفات التي تمت باسم الداروينية والإلحاد بل نؤمن بقيام المساواة بين البشر لكن السؤال لهم حينئذ ألا تخونون داروينيتكم بهذا؟ أنتم بهذا تحيدون عن النتائج العلمية لنظرية داروين في نظركم تحت وطأة انتشار شعارات حقوق الإنسان وحقوق المرأة فحسب داروينيتكم عليكم أن تكونوا أوفياء للصراع قانون الطبيعة الذي جاء بكم إلى هذه الدنيا وأن لا تخونوا الطبيعة العمياء التي جاءت بكم وأن لا تمنعوها من السير قدما في مشروع الانتخاب الطبيعي للأقوى في الداروينية ليس هناك أي مبرر للتحلي بأي من الأخلاق بل إن الصراع الدارويني يتطلّو من العرقيات التي ترى نفسها أرقى تطوريا أن تتحلّى بأخلاق الأنانية والطمع والاستئثار والاعتداء على العرقيات الأحط منها لتبيدها وتتكاثر على حسابها أنت أيها الملحد أمام أحد خيارين إما أن تتبع أسلافك هؤلاء وتتبع نهجهم الإجرامي عفواً الأخلاقي حسب داروينيتكم أو أن تقر بالقيم الأخلاقية وقيم المساواة بين البشر من حيث الأصل وترفض الممارسات الداروينية المذكورة وحينئذ فأنت تناقض نفسك لأن تفسيرك المادية للكون لا يصلح كأساس للقيم المعنوية كما بيّننا في الحلقة الماضية ولأن اقتراضك لأخلاق من خارج منظومتك الفكرية المادية هو اعتراف ضمني منك بفشل منظومتك المادية الداروينية وعدم كفايتها في تلبية حاجات الإنسان إنك أيها الملحد حين تتبنى قيماً إنسانية في التعامل مع كافة الأجناس دون تفرقة وعندما تتبنى قيمة الرحمة بالضعفاء تكون قد مارست ممارسات لا أخلاقية حسب داروينيتك تكون قد فعلت كما في المثال الذي ضربناه أول الحلقة سمحت لكائنات أدنى في السلم التطوري بالتكاثر على حساب الكائنات الأرقى نحن إن اعتنينا بالقرود على حساب الإنسان لم يكن ذلك سلوكاً أخلاقياً داروينيتك تجعل رحمتك بالأجناس الأخرى والضعفاء والمعاقين تبدو مثل هذا السلوك انظر إلى علمائك الذين انسجموا مع داروينيتهم ولم يناقضوا أنفسهم يقول تيلة من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو مساعدة الضعفاء أو محدودي الإنتاج مجرد مساعدة هؤلاء خطأ جوهري في النظرية الداروينية لأنه يتعارض أساساً مع الانتخاب الطبيعي وتبقى نيهربارت سبينسر فإن فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة في الحماية الصحية وتلقيح المواطنين تعارض أبسط بديهيات الانتخاب الطبيعي وكذلك مساندة الضعفاء أو محاولة حماية المرضى والحرص على بقائهم هؤلاء علماؤك انسجموا مع نظريتهم بماذا ترد عليهم وبأي حق تخطئهم وعلى أي أساس علمي تبني تحليك بالأخلاق الحميدة وقد وصف ريتشارد ذيكارت مثل هذا التفكير بقوله لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها الطبيعية في قلب ميزان الأخلاق رأسا على عقب ووفرت الأساس العلمي لهتلر وأتباعه لأقناع أنفسهم ومن تعاون معهم بأن أبشع الجرائم العالمية كانت في الحقيقة فضيلة أخلاقية مشكورة ثم إذا ساويتم أيها الداروينيون بين الإنسان السليم والمعاق والذكي والغبي والذكر والأنثى فبأي مبرر عقلي وقفتم عند هذا الحد لماذا لا تتابعون فتساوون الإنسان بالشمبانزي والغوريلا وسائر الكائنات القريبة من الإنسان تطوريا حسب معتقدكم خاصة وأنكم لا تؤمنون بقيمة روحية مميزة للإنسان تميزه عن الحيوانات يقول فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ ما خلاصته إننا لو كنا نؤمن حقا أن الإنسان مجرد كائن في سلسلة حيوانية يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة عن في الحقوق وبالتالي لا يسمح لنا بالدفاع عن الحقوق المساواتية فإما طبقية متوحشة أو مساواتية مستحيلة يقولون لك هناك ملحدون أخلاقهم حسنة فنقول ليس سؤالنا عن إمكانية أن يكون الملحد حسن الأخلاق أو المؤمن سيء الأخلاق بل السؤال العقلاني هو هل الإلحاد يؤدي إلى الأخلاق الحسنة؟ لا شك أن ما لدى بعض الملحدين من أخلاق حسنة ليس سببه إلحادهم فالاعتقاد بأننا في هذه الحياة بلا هدف بلا رقيب بلا جزاء على أعمالنا خيرها وشرها هذا الاعتقاد لا يمكن أن يكون دافعا نحو الأخلاق الحسنة لكن الإنسان في النهاية يتأثر بمجموعة عوامل كالتربية في الصغر والبيئة المحيطة وليست القناعة الإلحادية هي العامل الوحيد في صياغة الأخلاق أما الإيمان بوجود الله إيمانا صحيحا ضمن التصور الإسلامي فإنه يدفع نحو مكارم الأخلاق وإذا كان لدى المؤمن سوء خلق فهذا لنقص في إيمانه لا أن الإيمان هو الذي تسبب في سوء الخلق أو أدى إليه الملحد ينسجم مع إلحاده إذا تحلى بأسوأ الأخلاق ويمارس فصاما نفسيا ويخون ماديته إذا تحلى بمكارم الأخلاق يقول لك الملحد العلم الحديث يساعدنا في إبطال أخطاء نظرية داروين التي أدت إلى تفرقة وطبقية دون هدم النظرية من أساسها أعود وأؤكد أن هذا ليس مقام تفنيد التطور الدارويني لكن كجواب على هذه النقطة نقول التطور الدارويني يؤكد على أن كل الكائنات بما فيها الإنسان هي في تطور مستمر وهذا يلزم منه وجود أعلى وأدنى في أعراق الإنسان الموجودة حاليا هذا لا خلاف عليه بين الداروينيين قد يقع الخلاف بينهم على معيار هذا التفاضل التطوري هل هو حسب حجم الجمجمة أو لون العينين أو بروز الجبهة أو حجم الأنف أو الذكاء أو المهارات أو البنية النفسية إلى آخره لكن من حيث المبدأ لا بد من وجود أدنى وأرقى في الأعراق البشرية حسب الداروينية مما يؤدي حتما إلى التفرقة البغيضة التي رأيناها تفهم بعد هذا كله نعمة تأكيد الإسلام على مساواة البشر بعضهم ببعض من حيث الأصل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقِنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَتْقَاكُمْ فجعل مجال التنافس أمرًا يملك الإنسان أن يصعى لتحصيله التقوى لا لون البشر ولا حجم الشفتين ولا تفلطح الأنف وتدرك بعد هذا كله نعمة الإسلام الذي يقول نبيه عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لي أبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ويقول النساء شقائق الرجال فالحمد لله الذي هدانا إلى أننا لم نوجد في هذه الأرض من أجل الصراع بل لعبادة الله الذي جعل من أهم وسائل عبادته إحسان الإنسان للناس والرحمة بضعفائهم وإيثارهم على نفسه والسلام عليكم ورحمة الله